اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما لحكومته امام النواب اكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجاملي ان الفريق الحكومي المقترح يتكون من كفاءات مستقلة ومنفتحة على كل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدنية وان التشكيل الحكومية المقترحة ملتزمة ببذل الجهد اللازم لمكافحة الارهاب والجريمة بما يعزز صورة تونس كبلاد امن نعمل في اطار مقاربتنا المندمجة لمكافحة الارهاب على تكثيف الدوريات الحدودية ومزيد احكام التنسيق مع دول الجوار الشقيقة وبين مختلف الوحدات الامنية والعسكرية والديوانية قصد تعزيز سلامة ترابنا الوطني نظرا لما تمثله حماية الناشئة حماية ابنائنا وبناتنا من مخاطر تفشي عد الظواهر خطيرة كالمخدرات والجريمة في محيط المؤسسات التربوية والجامعية وفي النقاط الحساسة والتجمعات الكبرى سنعمل خلال الفترة الاولى وبداية من الفترة الاولى من عمل الحكومة على وضع خطة عاجلة لحمايتها بصفة مستمرة وتعزيل الامن الوقائي من خلال ضمان التواجد الامني ومضاعفة طاقة كاميرات المراقبة كما أكد رئيس الحكومة المكلف ضرورة أن يشهد نسق مكفحة الفساد والرشوة تسارعا وذلك لضمان حماية الاقتصادي والمجتمع مشددا على أن إرادة الحكومة ستكون قوية لتحقيق تقدم ملموس في مكفحة الفساد بكل أشكاله وتبعا لهذا سنعمل على إقرار جملة من الإجراءات العاجلة على غرار مضاعفة القدرات البشرية واللوجستية للخطب القضاء المالي وإقرار مبدأ التفرر للسادة القضاء بما يمكن من تسريع البت في الملفات والقضايا المعروضة مع ضمان استقلالية وحيادية المرفق القضاء كما سنعمل على تدقيق عدد من الصفقات العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد وتفعيل توصيات تقارير أحكمة المحاسبات وهيئات الرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولدفع الاستثمار بالجهات واسترجاع ثقة المستثميره ادعى هذا رئيس الحكومة المكلف باتخاذ جملة من الإجراءات التي وصفها بالجريئة وسنسعى لترشيد التوريد واتخاذ ما يتعين من إجراءات لتقليص العجل التجاري ولتشجيع المنتوجات الزراعية التونسية والمنتوجات المصنعة في تونس وتعزيز القدرة التصديرية لتلك المواد والحد من مسالك التجارة الموازية والعمل على إدماجها ضمن الأنشطة المنظمة وفيما يتعلق بالمؤسسة العمومية أعلن الحبيب الجملي أن فريقه الحكومية المقترحة سيعمل على إصلاحها حال بحالة سنحدث وكالة وطنية للتصرف في مساهمات الدولة لتعزيز حوكمة المؤسسات العمومية وإضفاء مزيد من المرونة والشفافية في قواعد التصرف فيها وإعادة هيكلتها بعد تدهور وضعها المالي وسعيا إلى التحكم في مستوى نسبة الدين العام من الناتج القومي أكد رئيس الحكومة المكلف أنه من الضروري الإسرع بإحداث وكالة وطنية للتصرف في الدين العمومية من أجل ضبطه والتحكم في مستوىه وأماد استحقاقه وتثمين الموجودات وسندات الخزينة والتعهد بمتابعة الترقيم السيادي للدولة التونسية كما أكد الحبيب الجاملي أن المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن والحد من الارتفاع المشط للأسعار ومقاومة ظاهرة الاحتكار ستكون من الأولويات الأساسية للحكومة المقترحة ستصبح اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة بهدف إضفاء المزيد من النجاعة والفاعلية على عملها وجعل مراقبة مسالك التوزيع والفضاءات التجارية وأسواق الجملة والتفصيل ومحلات الخزن والتبريد للخضر والغلال والمواد الأساسية تحت المراقبة المستمرة كما أكد الحبيب الجاملي أن فريقه الحكومي المقترح عاسم على تركيز تونس الاجتماعية من خلال منظومة جديدة للحماية الاجتماعية وخلال الجلسة العامة للبرلمان فتح المجال لتدخلات النواب التي تناولت مسائل عديدة منها مدى استقلالية وكفاءة بعض الأسماء هذا فضلا عن البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجاملي إذرة تقديم رئيس الحكومة المكلف لحبيب الجاملي برنامج الحكومة المقترحة في الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة فتح المجال لتدخلات النواب ولعلى أبرز النقاط التي تم طرحها هو مدى استقلالية وكفاءة بعض الأسماء المطروحة وأبدأ بسيادتكم لبلغني كثير من الأصدقاء الذين التقوكم أنكم تكادوا تقسمون القسم الغليظ يوم جمعة بين المنبر والمحراب على أنكم مستقلون وهذا سيدي الكريم أنا أعتبر أنه غير مقبول من شخص نهيئه لحكم تونس في أعلى هرم السلطة التنفيذية لأن سيدي الكريم من جاء بكم هو مجلس شورى حركة النهف ثم كنا ننتظر إلى آخر لحظة أنك تقول الحق للشعب التونسي أنها ليست حكومة مستقلة أن هذه الحكومة لها ميولات وإحنا قلنا من البداية وقلنا هالكم في أول يوم خلنا قمعوا الناس التوانس سيتفرجوا فينا ويعرفوا أن هذه الحكومة حكومة النهضة البرنامج الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف كان محور تدخلات بعض النواب هذا إلى جانب عدد الفريق الحكومي أنا استمعت إلى خطاب الرئيس المكلف ووجدته حشو في حشو مثل حكومته حشو في حشو 42 وزير وكاتب دولة ياسر علينا سيلاحبيب ياسر علينا أتيتم بحكومة فيها 42 عضو يعني تتجاوز حكومة الصين وأمريكا مجتمعتين إذا كان البرنامج الذي جبته والذي النجم نقول لك رأو فيه العديد من البلاجياء كما أخذت علينا من برنامجنا دون استشارتنا تونيزي تخيزوغ ووكالة التصرف المساهمات العمومية واخذت برشة حاجات من برنامج الحزب الدستوري الحر لأنك لقيته كتاب مفتوح نجم تتنقل منه لأنكم مش محظرين دروسكم ومش محظرين حتى رؤية كان من بابي أولى تاخذ من برنامجنا الأقطاب الوزيرية شبهات الفساد التي تعلقت ببعض الأسماء المقترحة في حكومة الجملي أثارها عدد من النواب كنا بصراحة بعض الوزراء المعاينين التي تلعت أسمائهم وعليهم شبهات والتي أنت قلت بيش نبدلهم برب كيف تسمح لرواحكم بيش جو هذا قال لك بيش نحيك كيف تسمح لرواحكم بيش نجي وفيما يتعلق بالنزاهة لأي عضو من أعضاء حكومتك عليه شبهة فساد وخضيت عنه الطرف تعتبر شريكا له أحبابت أم كرهنك والكل يعلم أنك وعدتنا بأن تغير الأعضاء الذين بهم شبهات فساد فهل ستقوم سيد الحبيب بهذا حقا؟ هذا وتتواصل الجلسة العامة لمنح ثقام عدمه للحكومة المقترحة وكان رئيس مجلسي نوهب الشعب راشد الغنوشي قد أعلن في افتتاح الجلسة العامة للبرلمان عن سد الشغور بالمجلس في كتة الحزب الدستوري الحر بعد استقالة النائب أبو بكر زخامة والذي عوضته النائب عواطف جريش وأدت اليمين خلال الجلسة العامة كما أعلن رئيس مجلس نوهب الشعب عن استقالة ثلاثة نوهب من كتلة اتلاف الكرامة وأن تزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس عملا بالفصل 39 من النظام الداخلي المتعلق بإعلان تغييرات في الكتل أعلم الجلسة العامة باستقالة ثلاث نوهب من كتلة اتلاف الكرامة وهم السادة فاخر الشويخي وميلاد بن دالي وراشد لخياري وإثر هذه الاستقالة يصبح عدد هذه الكتلة كتلة الاتلاف 18 أضوان في ندوة صحفية عقدها مجلس وشورى حركة النهضة أمس تم تأكيده على تمسكهم بحكومة الحبيب الجملي ودعوة كتلة حركة النهضة إلى التصويت لها في المقابل خلص المجلس الوطني لحزب قلب تونس إلى عدم منح فقة كتلته لحكومة الجملي قرر مجلس وراء حركة النهضة دعم حكومة السيد الحبيب الجملي ودعوة الكتلة للتصويت لها ودعوة الكتل في البرلمان لمنح الثيقة لهذه الحكومة بهذا القرار تمسكت حركة النهضة الحزب المتحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان في سباق الانتخابات التشريعية والموكول إليها مهمة تشكيل الحكومة تمسكت بتمرير حكومة لحبيب الجملي داعية مختلف الكتل البرلمانية إلى تغليب ما وصفته بالمصلحة الوطنية على المصالح الضيقة والتصويت للحكومة المقترحة رغم أن الخيارات التي اعتمدها الجملي لا تتوافق مع موقف حركة النهضة حركة النهضة تذكر أن موقفها الثابت هو التمسك بحكومة سياسية مكونة من الأحزاب منفتحة على الشخصيات الوطنية المستقلة ورغم أن خيار السيد الحبيب الجملي هو تشكيل حكومة من المستقلين ورغم أن قائمته المقترحة لنا تحفظ على بعض أعضائها وأبلغناه هذه التحفظات فإن المصلحة الوطنية مصلحة البلاد تقتضي أن تكون لتونس حكومة في أقرب آجال وفي أحسن الظروف وبحزام سياسي قوي وبأغلبية برلمانية مريحة غير أن الاحتمالات بالمصادقة على الحكومة المكلفة بأغلبية مريحة لا يمكن الجزم بها خاصة بعد تصريحات عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان بعدم التصويت لحكومة الجملي لأسباب مشتركة في البعض منها ومختلفة في بعضها الآخر تصريحات عززها أيضا موقف المجلس الوطني لحزب قلب تونس ثاني أكثر حزب متحاصل على مقاعد برلمانية حيث قرر عدم منح ثقة كتلته للحكومة المكلفة على خلفية ما اعتبره عدم استقلالية معظم الوزراء المقترحين وعدم تحييد وزارات السيادة القرارات التي أخذهم رئيس الحكومة لا هم صائبين شفنا عمره ما تشاور معنا وعمره ما تحدث معنا اليوم اسمعني أن اليوم مونيشي فرحان لأنني كنت نخير اليوم تونس تخرج بحكومة ولكن نحن ما نجموش نكونوا شهدازور كما قلت اليوم السباح ما تنجمش حزب ياخذ 25% برك من البرلمان وبعد ياخذ رئيس الحكومة رئيس البرلمان ويحط 80% من الحكومة هذا مش هو الشاركة البلاد اليوم حشتها بش تكون بتوافق اليوم البلاد ما حشتاش بتغول وكان الحبيب الجملي قد غير خلال مشاوراته طيلة الفترتين الدستوريتين من خيار تشكيل حكومة سياسية إلى حكومة كفاءات مستقلة أملا منه أن يحظى شرط الاستقلالية بقبول كل الأطراف السياسية والبرلمانية إلا أن خياره الثاني واجه أيضا صعوبات وتحفظات مما يجعل ما ستفرزه جلسة المصادقة على حكومته مفتوحة على كل الاحتمالات بعيدا عن السياسة وتجاذباتها في ولاية تطوين تشكيات عديدة أثرها عدد من المنتفعين بمنظومة تأمين على المرض بالجهة نتيجة عدم توفر طبيب مختص بالمركز الجهوي للتأمين على المرض يهتم بملفاتهم الطبية ويقوم بتسجيلها تشكيات استجابت لها السلطة المعنية بتعزيز الطاقم الطبي في ولاية تطوين تستمر الإشكالات ذاتها لمواطنية الجهة المتعلقة باستمرار عدم اعتماد طبيب على ذمة الجهة بالفرع الجهوي للسندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من سنة ما أثر سلبا على الخدمات المسدات للمواطنين من قبل هذه المؤسسة الطبيب لك نام مش موجود خلاص عندك نام ولا عندك نام في السبيطرات نمشي معناها نمشي القابس ونمشي للإصفاقس وتونس وما ثم والخدمات متردية بالنسبة للطبيب يلزم يكون موجود على عين المكان خاطر الناس معناها تعمل اسكنار تعمل حاجات معناها ما تلقهاش في السبيطر تلقاه البرة لابد من بريزان شارج واستعجالية خاصة تم حالات استعجالية أنا لول عندي حالة استعجالية ودفعت تودوسي متاعي وإن شاء الله ما يبطأش يخي غير ما يهزوه للمدنين وباش يهزوه للطبيب ويصح فيه ويجي الطبيب عام ونصف مثلا باشتو ها تفسر هالي اش معناه يا أخي ولاية بالنسم هي ناس ما صالحها فهمت ولا ما توقفها فهمت ولا وشوف وقتاش يتفكروك ميتاش يسمى للطبيب متع لقناه متع منين باش يجي وباش يشوف يشوف الدوسيات وشوف الملفات وفي المقابل إدارة المكتب الجهوي للمركز الوطني للتأمين على المرض بولاية تطوينة تؤكد عملها على تغطية هذا النقص والحد من تأثيراته السلبية الاشكال هذا جاوزناه والدارة العامة مشكورة وفرتنا ثلاثة طبة عدد ثلاثة طبة الطبيب لو يجينا من مركز شرجيس يأمنها يأمن حصة وطبيب الثاني يجينا من مدنين يأمن حصة وعندنا المدال بقية النهارات اللي هي خمسة أيام في الأسبوع ثلاثة أيام الأخرين يجينا طبيب متعاقد للحقاتها لكن نعم مؤخرا في دراس الملفات باش النجم نغطو الخمسة أيام في غياب الطبيب ومع ذلك يبقى ما تم إقراره من إجراءات بحسب منظوري الإقنام بولاية تطوين حلا وقتيا ما جعلهم يطالبون بإجراءات دائمة بانتداب طبيب على ذمة الجهة في مشغل فلاحي وفي الوقت الذي تسجل فيه صابة قياسية في إنتاج الزيتون في مناطق عديدة من ولايات الجمهورية يفقد الفلاح في واحة ليلة من ولاية قفصة أكثر من نصف الإنتاج جراء ندرة المياه وانتشار حشرات فتاكة ندرة المياه بواحة منطقة ليلة وتفشي مرض الخنفساء الليلية فتك بأكثر من خمسين بالمئة من صابة الزيتون ليجد الفلاح نفسه أمام خسائر فادحة عمقتها أزمة المديونية السجرة متضرأ من عدة أشياء من الحاجة الأولى هي قلة الماء وعندنا الأمراض المتواجدة وجونا ماهد زيتون أمر يفات وسووا وسجلوا وعدوا المحظر تحمل السلطات المعنية بالأمر الفلاح اليوم في لالا بش يخرج نقول حنا بش يخرج يتسول يطيح المديونية هذه ويعفرنا أبار على الأقل ويسلح يسلح منها المعدات منها متاع الأبار هاك تشوفها زيتون يابس فهمتني؟ معناها؟ ها؟ ها حجر لا يأتي احترأت فهمتني؟ الأبار جفت ولا الكلفة متاع الماء أكثر من مدخيل الجمعية ملف وحد لالا كان محل دراسة من المصالح المعنية وصولة الجهوية في اتجاه دعم أبار الري وتدخل لمكافحة الأمراض المهددة لأصول الزيتون اليوم الفلاح يعاني في لالا من نذرة الماء وتآكل المعدات الكهربائية داخل الأبار وعندنا لغز كبير اللي هما أبار الثكنة هذما الأبار ثلاثة أبار يذخوا 86 لتر في الثانية وتكلفة متحم تقريبا 30 ألف دينار كل شهر مما نتجا عنه مديونية كبيرة لدى شركة تونسية الكهرباء والغاز الاشكالية الوحيدة اللي هي حاليا هي فيها الكلفة للمبيد المندوبية مشيرة ومنذرة من ناحية أخرى يلزم المجمع والفلاحة يقوموا بعملية موازية وهي عملية بعد عملية جني يجب تكون عملية صبيرة والحرافة ويجب تكون المدوات كاملة للوحة حاليا نحن بصدد معناها توفير الاعتمادات اللازمة وهي 288 ألف دينار ونقوموا بعملية الددخل على مستوى الوحة مناطق سقوية جديدة ضعفت مساحة وحتلالة لتبلغ 1400 هكتارا من الزيتين والنخيل والأشجار المثمرة يهدد ديممتها الجفاف والأمراض الفطرية في جولة أخبارنا العربية والدولية أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مواصلة حملته العسكرية ضد مواصفها بالمجموعات الإرهابية في العاصمة ترابلس يأتي ذلك عقب دعوة توجهت بها روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار ترحب فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بمبادرة فخامة الرئيس فلاديمير بوتن رحبت قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر بالمبادرة الروسية لوقف إطلاق النار متجهلة للدورة التركي في إطلاق هذه المبادرة لكن هذا الترحيب لا يعني على ما يبدو أن قوات حفتر ستلتزم بإنهاء المعارك بما أنها أكدت استمرار عمليتها العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوثاق الوطني المعترف بها دوليا استمرار جهود القوات المسلحة في حربها على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات من مجلس الأمن الدولي لتثبت عبر التجربة أنه لا سبيل لإقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها بيان قوات شرق ليبيا وفي إشارة إلى تركيا اتهم بعض الدول والحكومات بتزويد القوات المتمركزة في ترابلوس بمعدات عسكرية وذخائر أسلحة مختلفة إسرار المشير خليفة حفتر على مواصلة عملياته العسكرية للسيطرة على العاصمة ترابلوس يضع نقاط استفهام حول مدى نجاح ونجاعة التحركات الدبلوماسية والدعوات الدولية المتتالية التي بذلت والتي ستبذل لوقف إطلاق النار الهدنة التي عرضتها روسيا وتركيا يفترض أن تدخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت القادم وهي دعوة رحبت بها أيضا حكومة الوفاق الوطني لكن من دون أن تشير إلى ما إذا كانت ستلتزم بها أم لا مبادرة قد تسقط في ظل استمرار المعارك التي تظهر تقدما لقوات حفتر في الأسبوع الأخيرة سيما إثر تمكنها من السيطرة يوم الاثنين الماضي على مدينة سيرت ذات الأهمية الاستراتيجية بعد تعثر هجومها للسيطرة على العاصمة ترابلوس والذي اتشنه منذ أفريل الماضي في ظل تصعيد الخطير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تزداد المخاوف من نشوب حرب وانتشار للنووية إذ رفعت دول المنطقة من حالة استعدادها العسكري والأمني تصعيد دفع بوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ للحيلولة من حدوث مواجهة كبرى تتسع رقعة التخوفات من نشوب حرب وازمة انتشار للنووية يوما بعد يوم في ظل تصعيد الخطير للتوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إذ يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماع طارئا لجد سبل الحيلولة دون حدوث مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران لعلمهم أنها سوء التقدير من أي جانب قد يضع التكتل في مواجهة حرب ستكون لها مخالفات جسيمة كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جون ييفرل تغيان أن إيران قد تمتلك أسلحة نووية في غضون عام أو عامين إذا واصلت انتهاك الاتفاق النووي المبرمي في 15 و2000 وأن هذا ليس خيارا مطروحا هذا كما صوت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحد من قدر الرئيس دونالد ترامب على القيم بأي عمل عسكري ضد إيران ويستند ناصل قانون سلطات الحرب الذي يقرع عام 73 وتسعمائة وألف ويمنع الرئيس من شن حرب ما لم ينى الموافقة الكونغرس كما يطالب الرئيس بوضع حد لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية في أعمال عدائية في إيران أو ضد حكومتها أو جيشها ويأتي هذا بعد قرار إدارة ترامب بإرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط رئيسة مجلس النواب الأمريكي اعتبرت أن إدارة الرئيس الأمريكي لم تجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا من وجهة نظر المجل العام بقتلها القائد الإيراني قاسم سليماني مشددة على ضرورة أن يوقف ترامب الممارسة للسفزازية تجاهات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنهضة للحرب ضد إيران وتداياتها شهدت شوارع عشرات المدن في الولايات المتحدة الأمريكية عدة تظاهرات منددة بالأفعال التي ارتكبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتجاجا على اختيال القوات الأمريكية القائد الإيراني قاسم سليماني والمخاوف التي أثرت هذه الخطوة من نشوب حرب عالمية ثالثة وقد أكدت منظمة العمل الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية والأتقادة هذه التظاهرات أن الحرب ستغمر المنطقة بأسرها ما لم ينهض الأمريكيون ويقفوها قالت وكلة الحوادث الجوية الفرنسية اليوم أنها ستشارك في التحقيق في تحطم طائرة تبعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في إيران في الأثناء أعلن رئيس الأوكراني اليوم أنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ مما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيبحث مع وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو بشان التحقيق في وقت لاحق اليوم من جهته كان رئيس الوزراء الكندي أعلن أمس أن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني وذلك استنادا إلى مصادر كندية أطلق المحتل الإسرائيلي اليوم سراح سجينين أحدهما مسجون بتهمة التجسس لصالح سوريا فيما وصفته ببادرة حسن نوايا بعد إعادة جثة جندي إسرائيلي مفقودة منذ فترة طويلة العام الماضي بمساعدة من روسيا الحليف الرئيسي لسوريا الجندي التابع للمحتل الإسرائيلي أعلن عن اختفائه مع اثنين أخرين بعد معركة بالدبابات سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة وألف مع القوات السورية في لبنان في أخبار رأى رياض يسعى التراجي الرياضي متصدر المجموعة الرابعة إلى العودة بنتيجة إيجابية من كنشاسة عندما يحل غدا نسب ضيفا على فيتاكلاب الكونغولي لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم انتلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت تونس في المقابل سيكون النجم الساحلي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في المسابقة مطالبا بتدارك عثرة الجولة الفارطة على أرضه عندما يلاقي بأمدرمان بداية من الثامن مساء مضيفه الهلال السوداني لحساب رابع جولات المجموعة الثانية التي سيحتد فيها تنافس على الصدارة في ظل أتساوي في النقاط الست بين كل من النجم الساحلي والأهل المصري والهلال السوداني قطع المنتخب تونسي للكرة الطائرة خطوة هامة نحو التأهل لأولمبياد توكيو بعد تغلبه أمس على نظيره المصري بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة المصرية القاهرة لحساب الجولة الثالثة من الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية المقررة في توكيو العام القادم في المقابل سيكون المنتخب تونسي مطالبا بتحقيق الفوز عندما يلاقي مساء اليوم جاره الجزائري الذي سيخوض مواجهته الأخيرة في المصابق غدا السبت أمام منتخب الكامرون ويذكر أن المشاركة في الدورة التأهيلية اقتصرت بعد انسحاب غانا على أربعة منتخبات هي مصر المستظيفة وتونس والجزائر والكامرون حيث يتأهل صاحب المركز الأول إلى الألعاب الأولمبية ختم النشر مشاهدينا وهذا تذكير بأبرز عنوينها مكافحة الأرهاب والجريمة والفساد وإدخال إصلاحات اقتصادية والشماعية من أهم نقاط برنامج عمل حكومة الجمل المعروض على البرلمان لنيل الثقة من عدمه برنامج عمل الحكومة المقترحة ومداء استقلالية وكفاءة أعضائها من أبرز محاول تدخلات عدد من أعضاء مجلس وبالشعب في جلسة منحي الثقاء تعزيز الطاقم الطبي بالمركز الجهوي للتأمين على المرض بتطوين عقبات شكيات المواطنين من تعطيل مصالحهم منذ أكثر من عام ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التنفذاء التونسية شكرا على طيب المتابع والاهتمام إلى اللقاء